اشتركوا في القناة ونخبة من المحكمين المختصين في علوم القرآن وتجويده ومشاركة عدد من المتسابقين الفائزين بفروع الجائزة الأربعة تطبيقا حرفيا لما جاء في الحديث الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه أزل الستار على فعاليات النسخة الثانية من جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة القرآنية بمنافسة قوية من قبل ستمائة وثمانين مشاركا ومشاركة تقدم للتنافس على فروع المسابقة الأربعة ليخوض مرحلة من التصفيات المؤهلة للدور الختامي من الجائزة ابتدئت في التاسع من إبريل الفائت وانتهت في الثامن عشر من الشهر ذاته بواقع واحد وستين متصابقا ومتصابقة يوميا عبر تقنية الاتصال المرئي اعتمدت فيها اللجنة المنظمة للجائزة وعبر الاستعانة بنخبة من المحكمين المتخصصين في تقييم علوم القرآن الكريم وتجويده بمهنية وعلمية ومنهجية عديد المعايير الدينية التي تم وضعها مع اللحظات الأولى لإطلاق فكرة المسابقة لاختيار الفائزين بالمحصلة النهائية التجويد وحسن الأداء والصوت والوقف والابتداء هذه معايير ثلاثة مهمة تدخل فيها في فروعها معايير أخرى فرعية لكن هذه المعايير هي الأهم وتتميز المسابقة هذه أن في فرعة السماء فرع حسن الأداء والمحاكاة والمقصود من محاكاة ومحاكاة مشاهير القراءة في العالم الإسلامي التشجيع الناشئة على حفظ كلام الله عز وجل والتنافس الشريف فيه هذا من أهم الأمور التي تعطي الطالب المراجعة لأن القرآن الكريم يتفلت ولو لهذه المسابقات الطالب لا يكون عنده الضبط للقرآن الكريم حفظا وتجويدا ظفر مستحق بالفوز لمن جاد على نفسه واجتهد وتسلح بعزيمة مقدامة أقدمت على حفظ سور وآيات الذكر الحكيم والتجويدة راجية عظيمة الأجر وتمام الثواب من الله عز وجل منافسة راقية ومميزة بلغت أوجها بين المتسابقين الذين أتاحت لهم هذه الجائزة العظيمة في أهدافها ورعايتها للقرآن الكريم والتي تحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله عرفانا وتقديرا لعطاء سموه وتخليدا لذكراه مجالا خصبا للتنافس الشريفي فيما بينهم المسابقة والمنافسة قوية جدا 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 ومثل هذه المسابقات ومثل هذه المنافسات تنهم وتبين عن اهتمام الدولة بحفظ القرآن الكريم الحمد لله فست في المركز الأول في فرع ثالث جزاء ويعد من أحد الفروع الأربعة والحمد لله بكل اجتهاد والكفاح من أجل الحصول على هذا المركز وكانت المسابقة قد وضعت شروطا للمشاركة بأن تكون مفتوحة للذكور والإناث من البحرينيين والمقيمين على أرض مملكة البحرين على أن لا يحق للمتسابق الاشتراك في أكثر من فرع من فروع المسابقة كما لا يحق لمن فاز بالمراكز الثلاثة الأولى من الدورة الأولى للمسابقة من إعادة الاشتراك في نفس الفرع الطبعة الثانية من جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله القرآنية أفصحت عن عديد النماذج المشرفة من الطاقات الإيمانية الحافظة لكتاب الله والمبدعة في ترتيل آياته ليوضع الفوز في مقامها وتنال شرف التكريم الدنيوي ورضا من الله كبير لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر